نيمة تقول يكلميننا عن حفلتك في دار الأوبرا وكيف كان شعورك وانت واقفة بجنب والدك دار الأوبرا تقصد الكويت صدق أو لا تصدق هذه من أجمل الحفلات اللي سويتها في التسعة السنين كلها عوري قلبي كملة إشي جمهور يعني إشي جمهور لأنه جمع جيلين فكان في جمهور جيل بابا الثمانين والسبعين وكان في جمهور بلقيس اللي هما الشباب والشبات فإذا الحفل جمع بين جيلين كان في قمة الرقي وليد فايد كان في قمة التألق الموسيقين اللي معه وهندسة الصوت لم أرى لها مثيلاً هندسة الصوت اللي كانت موجودة الصوت يا علي كان ستوديو خسماً بالله ستوديو حتى بعد ما خلصت الحفلة رسولولي تراكت الصوت بدون تعديل وبدون منتاج مو معقول مو معقول الأغنية أسولاميو اللي غنيتها في الأوبرا والله يا علي التصفيق لم يتوقف دقيقة كاملة وفي ناس وقفة تتصفي صدق هذه كانت من أجمل الحفلات وقوفي مع بابا في ذلك الفترة الغناء إلى جانبه غنينا كثير مع بعض غنينا يهزلي وغنينا أن يحرمونا وغنينا ضبي اليمن وغنينا بعيد وقلبي معك اللي هي بل 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 كان معايا ومن أجمل ما كانت الحفلة هذه كانت رائعة تفوق الوقت شكراً شكراً أنت خليتيني أتحسف زيادة أنها فاتتني إن شاء الله ترجع نظير